المدنيين ومن ثم سأعطي الكلمة لمعالي الدكتور رياض منصور اتأكد المجموعة العربية على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة وأننا ندين كافة الهجمات على المدنيين وفي صياق الوضع في غزة والانتهاكات الخطيرة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين والعاملين الإنسانيين أود أن أختنم هذه الفرصة ليكرر الأولويات الأساسية للمجموعة العربية المتمثلة في وقف اطلاق النار في غزة بما يشمل رفح وإيصال مساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكامل ودون عوائق ووقف التهجير القصري ترحب المجموعة العربية بالتدابير الموقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية اليوم وخاصة إصدار المحكمة أمر لإسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح وتؤكد المجموعة العربية على ضرورة تنفيذ إسرائيل جميع التدابير الموقتة التي أصدرتها المحكمة دون تأخير وأعطي الكلمة الآن لمعالي الدكتور رياض منصور شكرا أخي محمد وشكرا لزميلاتي وزملائي السفراء الدول العربية الذي قررنا البارحة في اجتماع على مستوى مجلس السفراء أن نعقد هذا المؤتمر الصحفي كما ذكر أخي محمد هناك موضوعين في غاية الأهمية الأول هو اعتماد مجلس الأمن لقرارا يمكن أن يفصل على أنه قرارا بشكل رئيسي يستهدف السلوك الهمجي لسلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا في غزة ويدعو في أكثر من فقرة إلى وقف هذا العدوان حماية المدنيين حماية الموظفين الدوليين وموظفي الأمم المتحدة والمسائلة وضد التحريض على العنف والإبادة الجماعية من قبل مسؤولين إسرائيليين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل العناصر المهمة التي احتواها هذا القرار وفي هذا الشأن نشكر السويسرا وكافة الدول التي تبنت هذا القرار من داخل مجلس الأمن وخارجه والتصويت شبه الإجماعي حيث صوتت 14 دولة لصالحه ولم يصوت أحدا ضده وبذلك يصبح هذا قرارا آخر على إسرائيل أن تلتزم به في حماية المدنيين وحماية الموظفين الدوليين وموظفي الأمم المتحدة وتوفير كل مستلزمات الحياة لأهلنا في قطاع غزة بالحجم الكافي وبالسرعة المطلوبة وفي المقدمة كذلك وقف إطلاق النار لحماية المدنيين وإنقاذ أرواح الأبرياء في غزة وهذه هي المهمة الأولى لنا نحن كمجموعة عربية في الأمم المتحدة كانت ولا تزال طوال ثمانة شهور إلى أن تنفذ على أرض الواقع الموضوع الثاني المهم الذي حدث اليوم وهو القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية التي نرحب بها أشد ترحيب والقرارات الاحترازية التي طلبتها من سلطة الاحتلال الإسرائيلي وفي المقدمة منها وقف العمليات العسكرية في رفح ونحن نقول أن هناك قرارات احترازية للمحكمة طالبت بوقف كل العمليات العسكرية في كل قطاع غزة التي تهدد أرواح المدنيين الفلسطينيين في كافة أرجاء القطاع وطالبت بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات بالحجم المطلوب وكذلك التصدي للتهجير القصري سواء الثمانمائة ألف من حوالي رفح إلى أماكن أخرى أو التهجير القصري في كافة أنحاء قطاع غزة نرحب بهذه القرارات الاحترازية ونضم صوتنا إلى صوت المحكمة في ضرورة أن تلتزم إسرائيل لأن قرار محكمة العدل الدولية هو إلزامي على كل الأطراف التي منضوية تحت راية التصدي لجريمة الإبادة الجماعية ولذلك لا يوجد على إسرائيل إلا أن تلتزم بتنفيذ جميع هذه القرارات التي طلبتها منها وفرضتها عليها محكمة العدل الدولية ونشكر في هذا الإطار جنوب إفريقيا وكل الدول التي التحقت وأيدت طلب جنوب إفريقيا بطلب المزيد من القرارات الاحترازية لحماية أهلنا من هذه الحرب الإبادة الجماعية وسنواصل العمل هنا في نيويورك ضمن المجموعة العربية والمجموعات المختلفة وكذلك في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة لنرى تنفيذ جميع هذه القرارات سواء قرارات بجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة العدل الدولية I just want to say a few things in English We are here as Arab ambassadors addressing the media We are grateful to you We speak to you all the time to tell the truth To tell the story that should be told to your audience in all corners of the globe Two things of extreme importance happened today One in the Security Council We are grateful for Switzerland and all those who co-sponsored that draft resolution and those who voted in favor of that resolution in which no single country voted against it That resolution is tailored to Gaza without necessarily mentioning Gaza by name With regard to the protections of civilians with regard to the protections of international personnel including UN personnel and specifically honorable personnel condemning the killing of hundreds of international personnel in the human field condemning incitement by Israeli officials in killing large number of our people in essence genocide against our people and calling for opening all crossings providing humanitarian assistance to scale and accountability of those responsible for these crimes to face the justice that they should face and we are satisfied that the Security Council adopted this resolution It would be greatly helpful in hopefully having a ceasefire definitely stopping this onslaught and preventing the invasion of Rafah The other subject that we want to share with you is the provisional measures adopted by the ICJ We are grateful for South Africa and those who supported them for going back to the ICJ asking them for additional provisional measures and we welcome these provisional measures including stopping you know the military operation in Rafah We believe that the provisional measures of the ICJ also previously asked for stopping all military operations in the Gaza Strip and stopping these crimes and potential crimes of genocide against our people in the Gaza Strip and we also welcome the fact that they called for the opening of Rafah Crossing for providing humanitarian assistance to scale and to continue fighting against the crime against humanity of mass transfer including the pushing of 800,000 of Palestinians around Rafah to move to other parts of the Gaza Strip We will make everything possible in our capacity as a group with other groups, the OIC, NAM, the African group and others to see the implementation of resolutions of the Security Council, the General Assembly and the ICJ that calls among other things for an immediate ceasefire to take place to save lives and to allow our people to start attending to the wounds inflicted upon them by this aggression of Israel particularly in the Gaza Strip We are grateful to the Arab group for standing together strongly united to push for all these things We are grateful to our representative in the Security Council, our brothers from Algeria who are in the forefront working with everyone including in this case with Switzerland to see the success and the adoption of this draft resolution Thank you for being with us Do you expect action in the Security Council? Will you ask for action in the Security Council resolution endorsing the ICJ decision or enshrining it some way? And secondly, do you really see the ICJ decision today changing the situation on the ground? Will Israel implement it? We expect that resolutions of the ICJ to be implemented without hesitation That's mandatory and Israel is as I said party to the convention and the convention is crystal clear on this issue So Israel has to abide by the decisions and the demands from the ICJ With regard to our efforts in the Security Council We've been working as an Arab group through our representative of Algeria and in fact we had some elements or you can call it a draft resolution regarding Rafah So then we can see collaboration between what the ICJ did and what we the Arabs have been engaged in In the Security Council through our representative to see through consultation And work with all members of the Security Council that these decisions to be implemented Thank you very much Thank you very much